وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد نواب مجلس الشيوخ أنه في ظل ما يشهده العالم من تحولات عدة في مختلف المجالات برزت مصطلحات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كجزء رئيسي من هذه التحولات ذكاء الاصطناعي من الوقت من أهم المواضيع في العالم وبتشهد تطور سريع جدا 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 وإحنا في اللجنة عملنا حوالي تسع اجتماعات والتقينا بوزرات كتير والحقيقة تفاجئنا يعني يقال أن الحكومة عندها وعي وإدراك كبير بموضوع ذكاء الاصطناعي وقطعنا فيه شوت كويس جدا وبازاله مجهود كبير نتيجة المجهود ده أن احنا طبما للمؤشر العلامي للذكاء الاصطناعي كنا في 2019 في المركز 111 في 2023 بقنا في المركز 52 احنا الأول أفريقيا والرابع عربيا ضمن ما أوردته الدراسة وضمن ما أشار إليه السيد المقارك أن هذا الذكاء الاصطناعي الذي أصبح لزاما علينا أن نواكبه قد يتيح إجمالا على مستوى العالم 69 مليون فرصة عمل وقد يتيح بحوالي 80 مليون فرصة عمل أو 81 مليون فرصة عمل يجب تنمية الذكاء الاصطناعي وجعل وإنشاء جمعة خاصة بالذكاء الاصطناعي كما إنشأ في دبي جمعة الشيخ محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وكذلك يدرس في المدارس والجماعات لكي يكون هناك كوادر قادرة على الاستفادة من هذا التطور العلم والتكنولوجي الخطير موسيقى